نظم الأساتذة المتعاقدون أماما ملحقة وزارة التربية بأرويس وقفة احتجاجية طالبوا فيها الوزارة الوصية بإدماجهم في المناصب الشاغرة وتثمين الخبرة لهم عوض مرورهم على مسابقة من جديد التغضية لها جرزليف أنا أستاذة متعاقدة في الطور المتوسط مادة فيزياء لمدة سبح سنوات من 2013 إلى يومنا هذا خدمت استخلافات وتعاقدات لسنوات عدة والآن نطالب بالإدماج أنا كل عام نحوص مؤسسة وين كين فارغ وين كين منصب شاغر ويعطوني التجديد نحن نطالب بالإدماج ثمينا لسنواتنا التي عملناها بجدية لأنه أنا مثلا نحكي على نفسي عندي مدة ثلاث سنوات في الميدان والله الرواتب نصف الشهرية كما نقوله نصف المبلغ الذي يتقاضاه الأستاذ المرسم ونفس العمل أستاذ المندي الانتغرасьون همشي كيني خدمة ويدلالدس لا نام أمشي انتغي أنت نو كودا ممن وقودا لحقنا ثقد سموثنا وطنك نصمدية ديبلامي ونا لدرواء الانتغرасьون كم تول مرسم وطنك لنديي فاكاتير خدمةنا 14 سنين 5 سنين سنين سسبا سنين أشياء تنتغي نارا أشترقيني خبرون؟ أنا 14 سنين 14 سنين أخباء أستاذى اليادية أقابة الكلاة تبينت المطلب لكنها هي نفسها أبت الحوار مع الوزارة في آخر شيء مع التنائية ما أحب الشاركية الأستاذ كما يقولك مجبر ولا بطل وأغلب لرامة تحتموا لي لأنه أي أستاذ لك أي شخص لو كان يلقى مآخر ما رحش يقعد في التعليم لما دي المسابقة ما أنت رح تختبرني السؤال هل تختبرني لما مديتني قسم نقري لي سنوات هنا أما عليش أنا أحط روحي حاجة جانبا مش تشوفوا هنا مصلحة تلميذ اللي حين نغلبوها هل هناك تلعب مصلحة تلميذ اللي أسكو الإيزارة لما دي المسابقة راية جرفية ولا وشنو وتلميذ اللي راهي مادة الأسكو راية تتلعب بمصلحة ولا ولا